اليوم بنعرف شنو أهمية الشحن الجوي وليش الشحن الجوي شيء أساسي في محاربة مرض الكورونا من خلال الشحن الجوي راح تتغفر لنا الأدوية المعدات الطبية قطع الغيار ومعدات الأصلح هذي كل هذا ما عندنا احنا شحن جوي ما راح توصلنا ببتالي الدول المبوئة والدول اللي فيها الفيروس هذي تحتاج هذا الدعم التواصل على طول عشان تيها الأشياء هذي عن طريق الشحن الجوي لأن هذي أسرع وسيلة ممكن ننقل فيها الأمور هذي كده الشحن الجوي أيضا يدعم سياسة الحكومات في الحجر الصحي لأن من خلال الشحن الجوي نقدر نوفر حق الناس طلباتهم في الانترنت أي شيء ممكن يطلبها يوصل الله عن طريق الشحن الجوي وبالتالي احنا دعمنا سياسة الحكومات من هذا الجهة في مشكلة صارت هي القيود الصارمة اللي طلعت من الحكومات في إيقاف رحلات كثيرة وأيضا الشركات اللي تأثرت في أنها وقفت رحلاتها بشكل كبير هذا ساهم في الحد من الشحن الجوي ليش؟ لأن الطيارات اللي يستخدمها في نقل الركاب نصها اللي فوق حق الركاب صحيح ولكن النص اللي تحت يستخدم للكاربو اللي هو الشحن الجوي يحطون جناط الركاب في جزء أما الباجي كله يتعبى شحن جوي أغراض طربات ومعدات وغيرها كلهم تحت فلما الحكومات ولما الشركات قررت أنها تقلل رحلاتها وتم يقافهم نحن فقدنا جزء كبير من الشحن الجوي الحين الالتحاد الدولي للنقل الجوي اللي هم العياتة وقالوا فيه أشياء كثيرة لازم نسويها عشان ندعم الشحن الجوي من هذه الأشياء بعض الأمور رح تكلم عنها ونشوف ليش لازم تم استثناء الشحن الجوي من أي قيود موجودة عشان تساهم في حرب الكورونا والفيروس اللي منتشر في هذه الدولة للأسواب اللي انتكرناها أول شيء أثنين لازم يكون فيه إجراءات موحدة في كل البلدان حق الشحن الجوي يعني ما أقول يكون فيه رحلة الشحن الجوي التي لكويت مثلا عليها قيود فلانية وكذا 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 بعدين بيروحون البحرين تلاقي الإجراءات شوية غير بعدين بيروحون الصين تلاقي إجراءاتهم مختلفة تماما هذا كله يسبب صعوبة في النقل الجوي ولازم كله هذا يتوحد عشان يصير فيه سهولة في النقل الجوي وسرعة نقل الأشياء هذه إلى كل الدول ثلاثة لازم تم استثناء أفراد طاقم الشحن الجوي من الحجر الصحي أو الحجر المنزلي اللي موجودة إنهما لازم يقعدون أربعة اليوم خاصة أن هذولا ما رح يكون فيه احتكاك مع المجتمع ما رح يكون فيه احتكاك مع الناس اللي في البلد اللي في الغيروس أو غيرها هذو موجودين داخل مثلا كبينة القيادة رح يتم تنزيل الأغراض فيها الطيارة شيء وبعدين تحميلها مرة ثانية في البضايع والأشياء اللي يحتاجونها وبعدين رح تسكر وتطلع الطيارة فمو من معقول أن نحن نطبق هذه القوانين أيضا على طاقم الشحن الموجودين في الشحن لأنها رح تسبب مشكلة شنو مشكلة؟ شركة شحن مثلا أو أي شركة طيران تشغل رحلات شحن عندها مثلا أمية طيارة على سبيل المثال إذا الأمية الطيارة سوفوا عشر رحلات أو عشرين رحلات شحن جوي بعد أسبوعين رح ينتهي فينا الحال أنها ما عندنا ولا طيار كلهم في الحجر فبالتالي ما فيها حي يطير الطيارات عشان نبدأ ننقل المعدات المهمة هذه اللي رح تساهم في تخفيض المشكلة اللي احنا فيها الحقوق الموجودة لرحلات الشحن الجوي طبعا أي رحلة تطلع وتروح مكان ثاني رح يكون عليها رسوم أرضية رسوم دخول رسوم طيران وائد أشياء هذه الأشياء لازم تكون مدعومة عشان تقدر شركات الشحن تكون تحرك بسهودة أكثر وما يصير عليها قيود صرامة تسبب لها صعوبة وتكلفة فبالتالي تقولك والله بدل ما أنا أشتغل خلأ أوقف أو خلأ أقلل لأن التكلفة علي عالية وأيضا لا ننسى أن الناس اللي رح تطلب المعدات هذه ورح تيها بدل ما تدفع مبلغ كبير رح تدفع مبلغ أقل وأشياء هذه كلها تراكم وتصير على بعضهم فبالتالي احنا اللي بنسهل موضوع كله علشان عمليات الشحن الجوي تصير سهلة علشان متخلص من الفيروس ومشكلة اللي احنا فيها كلها بالتالي طبعا إياتا تدعم نقل الجوي وتنصح الحكومات كلها في التعاون معاها علشان تسهل أمور النقل الجوي والشحن في توفير معدات والأشياء اللازمة لأنها عنصر كبير وأساسي في محاربة الفيروس اللي منتشر حاليا دوليا وسأل الله سلامة للجميع وإما قد